المطبق الفلسطيني بالمكسرات هلح المشهورة فيه كتير من مدن فلسطين وخصوصا غزة رح تطلع العجينة هشة وطعم المكسرات بتشاهي وتسقو قطر ما في اطياب من هيك بالبدايل العجين العويس رح نحتاج 4 اكواب من اللطحين معلقتين من الزيت رشة من الملح ورح نعجنهم بالمية الدافية وضروري مية دافية انا كالعادة استخدم عجانتي من ايدسون لانها بتسهل علي الحياة وبتجنن العجين شوفوا ما احلها عجين عويس بجنن سواء مالح او حلو رح ادها نوجههم زيت اتركهم يرتاحوا بس 10 دقائل احضر الحشوة عندي جوز وعليهم جوز هند وعليهم ارفة وماء زهر خلطهم مع بعض ومنبلش نشكل بالعجين كورتهم على شكل كوري كتير صغير ولازم اتغطسوهم بالزيت وبرجع بحط تحتهم زيت وبفردهم ليسيروا عندي مثل الشفافين مثل برقة الفاين بعدين بتنيهم مع بعض بحط الحشوة برجع بتنيهم كمان تاني او باخد من الطرف الاول للطرف التاني بشدهم بربطهم مع بعض بسين عندي شكل المطبق الحلو كمان بدي اخبزهم بشو بخباسي من ايدسون سهلت علي الحياة شعلتها من فوق ومن تحت ما اخدوا معي وقت سقيتهم بالقطر البارد ولو تشوفوا قدي تطلعوا بي شخوا اي نوع مكسرات عندك بالبيت تقدر تستخدمي بهاي الوصفة اللي كتير لذيذة